كي بدأ الفيلم دينا في واحد الغابة اسمه تأرض العزة وهذا الغابة فيها جميع أنواع الحيوانات وهذه الحيوانات عايشين في سلام وبلام قاتلة وكلهم عايشين تحت الحكم ديال الأسد العادي المفاصة اللي كي يبغيه كل شيء الحيوانات كاملين تجمعوا في الغابة حيث الحاكم ديالهم مفاصة تزاد عنده شبل واسماه سيمبا والحيوانات كتحتافل حيث سيمبا اللي غدي يرجع المالك ديال أرض العزة من مور ما يموت بباه جاء القرد رافيكي اللي قريب المفاصة وهذا سيمبا من عند موسى رابي والراه للحيوانات الحيوانات كلهم فرحوا ورحبوا به في واحد الكهف كان نشوفه الأسد سكار وهو أخو المالك مفاصة وعم سيمبا وكان ما حضرش مع الحيوانات حيث حقد على سيمبا اللي غدي ياخد الحكم وصل عنده الطير زازو وقال له المالك غضبان منك حيث ما حضرتيش مع الحيوانات سكار مدهاش فهدرته وبغيه كل زازو ثم وصل المالك مفاصة وقال له بعد على الطير وسوله لماذا لم يأتي الحفل تنصيب سيمبا أمير المملاكة سكار قال له أنا نسيت وشكينة حفلة وعطى ظهره للمالك بش يمشي مفاصة قال له آخر مرة تعطيني ظهرك وانا كنهضر معك وفكروا ان سيمبا هو اللي غدي يرجع مالك مني يكبر جاوبه سكار بالاستهزاء عاش المالك ومشى زازو قال المالك خصك تجري على سكار بالرى المملاكة حيث تباين فيه الغضر ومفاصة جاوبه ما نقدرش نديرها كامعة أخويا حيث أرض العزة بلاده تاهوه كان شوفه القرد رفيكي وهو كي جمع الحشرات المضيئة وحفر بهم في الشجرة رسمها لوجه سيمبا بش يبقى في التاريخ وفرح بزاف موراها دازد ليامه كبر سيمبا شوية فقف الصبح ومشى فيه يقباه مفاصة حيث كان مواعده غدي يديه يوريه المملاكة ديالهم مفاصة مشى لوحد الحجرة عالية بش يوري سيمبا الحدود للمملاكة وهي أي أرض قصتها الشمس قدام عينيه موراها بدأ يعطي النصائح لسيمبا وقال له فاش تكون مالك خاصتك تحمي المملاكة وتحافظ عليها سيمبا قال له واش غدي نحكم هذ الأرض كاملة تال بلاسة المدلما مور الجبل مفاصة جاوبه ذاك البلاسة مشي ديالنا وخاصتك ما تمشيش لذاك البلاسة يقاع سيمبا قال له أنا غدي نرجع مالك وخاص نحكم كل شي مفاصة جاوبه المالك الحقيقي هو اللي يعرف يعطي كيف ما يأخذ حيث الحياة خاصة التوازن ذاك الساعة وصل زازو اللي بدأ يعطي التقرير دياله المفاصة مفاصة كان مشغول كي علم سيمبا كيفاش يشت طير زازو بلا ما يحس وسيمبا قدر يشده وزازو تخلع ومشاف حاله المالك بدأ يضحك مع سيمبا مرهد شي الليدر ولكن زازو رجع وقال المالك رهد بوعا دخله المملاكة وبدأ يصيده فيها مفاصة قال لسيمبا رجع انت بحالك ومشاك يجري بش يحميه أرض العزة زازو رجع سيمبا بلاستو بش يلعب مع الأشبال الصغار وسيمبا كان طالع له الدم حيث بغى يمشي مع ابباه وبقى تابع واحد الحشارة صغيرة تلقى رسوق الدم عمه لأسد سكار اللي كان فوق واحد الحجرة عالية ومنين شاف سيمبا قال له وقعد مني وصير تلعب ولكن سيمبا بقى حده وقال ابباه قال لي أنا غدين حكم أرض العزة مني نكبر ونرجع مالك عليك ثانتا سكار بالخبض ديال وجاوبه يمكن مفاصة ما عاود لكش على المقبرة ديال الفيولة اللي كان في التالي ديال المملكة حيث هذه البلاسة غير ديال الشجعان وانت ما زال شي بالصغير وما يصلاحش لك تمشي لتمه وقال له عندك تقول لشي حد انني وريت كذلك البلاسة وهذا الشي كان كافي باش سيمبا يشده الفضول سيمبا مشاوخ ده صديقته نالا زعمه باش يلعبه ولكن هو قال لها سوف نمشي للمقبرة ديال الفيولة نكتشفو شنو تمام نالا قال له ذلك البلاسة خطيرة ومنوع علينا ولكن سيمبا قرر يمشي في طريقهم تلاقى زازو اللي قال لهم أنا فرحان حي تشايف المالك والمالكة ديال المستقبل ولكن أنا عارفكم فين بغين تمشيوا سيمبا مدهاش فيه وجراه ونالا بين الحيوانات حتى وصلوا للحدود ديال المملكة ذلك الساعة زازو خلاه ومشي علم المالك مفاصب شنو داره سيمبا أكمل طريقه مع نالا وهما يلعبه حتى يلقى رأسهم قدام المقبرة ديال الافيال ذلك البلاسة كانت تجيب الخوف وعامره بالهياكل العظمية ديال الحيوانات ولكن الفضول خلاه سيمبا يزيد يكتشف ذلك البلاسة نالا بدأت تحسس بالخوف وحاولت مع سيمبا باش يرجعه حيث تبعده بزاف ولكن سيمبا بغين يزيد يدخل الداخل كثير ذلك الساعة تشعر بشي حركة غريبة تماما وبدأوا يشوفوا الضباع كيبانوا واحد مور الاخر قدام سيمبا ونالا حتى دوروهم وما بقى لقين من يهربوا الضباع قالوا بللعشر يوم سيكون مالكي وبانت القائدة الضباع اللي اسميتها شينزي وقالت لسيمبا كنت كانت تسنى هذه الفرصة من شحال هذه والقوانين ديال مفاصلة ما كتبقش عن الضباع في المقبرة ديالفيولة تماجازازو وقال لشينزي سيمبا غلط سيدخل الأرض ديالكم ولكن عندك التعدي عليه حيث هكذا ستبدأ يحرب مع مفاصلة شينزي مدت هشف هدرتو وبغاد تهجم على سيمبا سيمبا بدأ هربان هو ونالا من الضباع اللي تابعينهم ومنين خرجوا من واحد النافق لقوا الضباع كايسينهم ومحاصرينهم سيمبا بدأ كيزئر بشي خلعهم وهو ما بدأوا يضحكوا على الصوت دياله وعلى غفلة تخلعوا كاملين من الصوت الزائر ديال المفاصلة حيث هناك كانوا صلبش يعتق سيمبا ونالا ومن بعدها بعض الضباع كاملين عليهم وقال شينزي هذه آخر مرد ديالي حقا شينزي جاوبته هي مع السبا لا سنقرب لسيمبا وثاني مفاصلة خدا سيمبا ونالا ومشوا من ذلك البلاسة مراهقة قال زازو وصل نالا عند أمها حيث هو بغي يهدر مع سيمبا زازو رغبه ما يغوت على سيمبا حيث لا أسمع ما هدرته ويتفكر بالليته هو كان بغي يعرف كل شيء من يمكن قده مفاصلة جاوبه خصني نعلم سيمبا درس وقال له دير شنو قلت لك زازو دانا لا ومشوا من البلاسة ومفاصلة قال سيمبا انت تعملتي ما تسمعش هدرتي وهذا الشي اللي درتي عرض لمستقبل ديال القبيلة كامل الخطر وكنت غادي تموت فيه نالا سيمبا جاوبه أنا كنت بغي نوريك باللي أنا شجاع وما كنخافش كي بحالك مفاصلة قال له الشجاعة كتكون من لي ما كيبقى قدامك تاحل وانا حسيت بالخوف حيث عرضت حياتك للخطر وبدأ يلعب مفاصلة مع سيمبا جاوبية وسيمبا سولوا على النجوم اللي في السما مفاصلة قال له هذو الأرواح ديال المولوك اللي قبل منا كيشوفوا في نم السما وفي واحد النهار تانا غادي نكون شايفك من تماما ونعاون كي لاحتاجي تيني الضباع كانوا في بلاستهم كي هدروا على لشنوقع لهم اليوم تما بل لهم سكارخو المالك وقال لهم انتم عايشين مشردين هنا ومنين صيفت لكم سيمبا ونالا ما قدرتوش تساليه معاهم مراها دار اتفاق مع شينزي انه يقتل مفاصلة وهم يعاونه ومنين يرجع مالك غادي خليهم يعيشوا في الغابة ويسيدوا الحيوانس كما بغا وصافي تتافقوا على الخطة اللي غادي ديروا باش يقتلوا مفاصلة وولده سيمبا النهار الثاني سكارد دام عه سيمبا الواحد الواد في المملاكة وقال ليه راني عارف بللي مفاصلة مقلق منك واقتار حاليه يبقى في هذ الواد كي يدرب مزيان على الزائر كي يقول لي صوته مجهد بحل اي سبع كبير وهكا مفاصلة لا يبقى يشوفك ويعاملك على اساس ما زال شي بالصغير ويعرفك كبرتي وقادر على رأسك وتمام شاسكار وخلا سيمبا في الواد بوحده وعطى الإشارة للضباع كي يبدأوا الخطة اللي يتفقوا عليها هنا بدأوا الخطة اللي كان خاصهم يهاجموا الحيوانات البرية اللي غادي يخافوا ويهربوا من جهة الواد اللي كان فيها سيمبا سيمبا بغي يهرب منهم ولكن مقدر يدير التحاجة وسط هدك القاطع الهايج هنا سكارل مشا عند خوه مفاصة وقال لي هرا سيمبا محاصر وسط قاطع بالرهربان مفاصة تخلع ومشا كي يجري باش يعتقوا لدول اللي معلق فوق واحد شجرة سكارل جامعة مفاصة ووراه سيمبا فين كاين هنا مفاصة مشا كي يجري من فوق الصخر ووصل عند ولده وحاول يشده ولكن طاحه وقدر يشده يديه البلاسة آمنة مفاصة حاول يطلع مع الصخر وهنا جاء أخوه سكارل اللي شاف له الغدر في عينيه مفاصة طلب المساعدة من أخوه باش يطلعه ولكن سكارل دار العكس وقمشو في يديه من بعد لاحو من فوق الجرف وطاح المالك في الأرض قدام عينين سيمبا مشا سيمبا باش يطمن عليه وهنا لقاه مات ومنكثرة الحزن عليه من أسفل الحضن دياله جاء سكارل عندهم وقال لسيمبا باللي ما خصوش يرجع للمملكة دابا حيث كل شيء سيقول لي أنت السبب في موت المالك وسيقتلوك وقال لي خصوك تهرب دابا وما ترجعش سيمبا بالبراءة ديالوطي قدر تعمه فهرب هنا سكارل أمر الضباع باش يتبعوه ويقتله وذلك شي نيت اللي دارو قوتا بعينوح توصلوا الوحد الجرف عالي بالزاف سيمبا ازلقوا وطاح وهنا كل شيء حسب ليهم رهمات ورجعوا بحالهم من بعد بان سيمبا اللي كان طاح تحت شجرة وماماتش وهرب بعيد على المملكة من بعد سكارل رجع للقبيلة وقال ليهم خبر موت المالك مفاصة وحتى واليه العرش سيمبا وبدأ يمتلع ليهم بالليندمان ويتحسر حيث لا يستطيع يعطقهم وقال ليهم دابا من نيمات المالك وواليه العرش هذا الشيء سيحتم عليه أنه يكون المالك الجديد والضباع هو من اللي سيعاونوه في الحكم إذن سيجعلهم يعيشوا وسط المملكة من بعد ما كانوا مشردين في المقبرة الفيولة وهنا سيمبا يتمشي بوحده وسط السحرة من بعد ما يمجعوا العطش وطاح والنسور اللي كانوا فوقه كي سينوه غير يموت بش هيكلوه سيمبا لعب مع هزار وجان نمس تيمون مع صاحبو الخنزير البري بومبا فاجراوا على الطيور وبعدوهم على سيمبا قربوه هذا وغير عرفوه سبع صغير خافوه هربو منه هنا سيمبا فاق وشكرهم حي تعتقوه وبدأوا كيهضروا وقال ليهم ما بقا كيهم موالو حدار حاجة خايبة بزاف وما بغيش يهضر فيها تيمون وبومبا شافوه مكتائب وحازين وحاولوا يوسيوه ونصحوه باش ينسى مشاكلوه يخلي هوراه سيمبا شامعهم للغاب اللي كيعيشوا فيها وتفاجأ بيها بزاف حيث من الضمو متوازنة والسر هنا هو أن الحيوانات كيعيشوا بلا فتيراس وما كينش شي واحد حاكم وقالوا ليه إلا بغيتي تعيش معانا خاصك ما تصيتش وما تاكلش الحيوانات ولكن ممكن أنك تاكل الدود والحشارات كيف ما كيديروهما سيمبا اقتانع وعاش معهم مدة طويلة حتى كبروا ولا وصحابه نجعوا لمملكة القديمة اللي حكمها الأسد سكرل والضباع اللي ولات كلها أرض قاحلة بسبب الاختلال في التوزن البيئي اللي سبابه الصيد ديال الضباع وهنا زازو طير اللي ما زالوا فيه العائلة مفاصلة كيقول لنالا باللي عائلتهم على الحافة بسبب الضباع الضباع جاءوا هجموا عليه ولكن قدر يهرب منهم وهنا جاء سكرل عندهم ونالا أكيد ما عجبهاش هادشي وقالت لسرابي اللي هي أمين سيمبا أنهم خاصهم يقاوموه ويهربوه من المملكة ولكن سرابي ما بغاش وقالت لي ها خاصهم يزيد ويصبره حتى يرجعوا لزمانهم والعزهم تاني سكرل صيف الضباع بش يكلموا له سرابي مشات عنده وعرض علي هاته كل معاه الفريسة اللي قدامه هي ما بغاش وقالت لي هاتشي اللي كتدير رخل المملكات بقبلها موارد بسبب الصيد فجاوب ها أنا المالك وندير اللي بغيت وقال لي ها جا الوقت اللي نزوجو فيه حيش حال هاتي كانت رفضاته على ودخوه مفاصة وعاود رفضاته لتاني مرة وعقابا لي ها أمر الضباع تصيد قاع الحيوانات ديال المملكة جا الليل ونالا قرات تهرب وطلاقات بزازول اللي بغير يرجعها وميخليهاش تهرب ولكن ماقدرش المالك والضباع حسوا بشي حراكة فحاول زازول يشتت انتباه ديالهم ونالا قدرات تهرب ومشا تتقلب على شي حد اللي يعاونهم نرجعو عند سيمبا اللي قالس كيلعب مع الفراشات وعاجبو الحال حتى داز من حداه واحد الغزال وهرب حي تخاف منه سيمبا ما عجبوش الحال فاجات يمونو بومبو وفسروا ليه باللي عادي الغزال يخاف منه حيث هو فريسة ديال الاسد وبقاوك يتمشوك يهضروا على الغابة وكيفاش قاع الحيوانات مهمة باش تكمل الحياة ديال بعضهم سيمبا هرس واحد الحجرة كبيرة بزاف اللي كانت حتمنها بزاف ديال الدود اللي كانت وليمة لهم كاملين كلاوح تشبعوا وقلسوا يرتاحوا ويتأملوا في النجوم سيمبا قال ليهم باللي هاد النجوم عبارة على روح ديال المولوك العظاماء وكيف يحضيونه من تمام تيمونو بومبا قاوك يضحكوا عليه سيمبا تقلق حتى هاد الهدراك كانت ديال بباه ومشا يقلس بوحده وهو قال سطحت منه شعرة في الواد اللي بالصدفة وصلت للقرد رفيكي وغير شافها عرف بللي سيمبا ما زال حي هنا تيمونو بومبا والحيوانات قال سينك يلعبوا حتى هجمت عليهم نالا بش تفترسهم بقى تتابعهم حتى حسرات بومبا وكانت غادي تهجم عليه ولكن جاء سيمبا بش يعتقوا وبقاوم ضاربين هو ما زال ما عرف بللي هاد هي الصديقة ديال طفولته فشعرفوا بعضهم تفاجئوا وبدأوا كيهضروا وقالت ليه بللي خاصه يرجع معاهل المملكة بش يشد الحكم ويرجع الأمور كيفما كانت سيمبا رفضوا وما بغاش يمشي معاهل وقال لي ها هاد هو ما صحابي وهدي هي بلاصتي ما نقدرش نمشي معاك وخداها باش يوريها الغابة وبقاوا كيلعبوا ويتفكروا الذكريات ديال الصغر حاولات نالا تقنعوا ولكن هو مقتنع بهدرته حيث ما زال كيردع ليه اللومة في الموت ديال بباه نالا تعصبات منه وقالت ليه ما بقيتش هدك سيمبا اللي كان عرف ومشات وخلاته وهنا كنشوفه سيمبا كيتمشي بوحده وكيتفكر الهدرات يلنالا حتى جاء عنده القرد رفيكي سولوا سيمبا شكنت وقال ليه أنا هو أول واحد هزيتك وقدمت كل مملكة وقال ليه باللي مفاصى ما زال عايش سيمبا تصدم وتبعوه حتى الدهل اللي بركديا لما وخلاه يشوف راصوف المراية حيث روح المالك ما زال عايشا فيه وهنا سيمبا تفكر الهدرات يلباه اللي كان كيقول ليه باللي خاصه يشد بلاصته في الحكم ويتحمل المسئولية من وراه سولوا رفيكي وقال ليه عرفتي راس كنتش كوندابا جاوبوه أنا المالك سيمبا ولد المالك مفاصى سيمبا حس بالمسئولية وزقر أول زقرة دي للأسد وتبع الطريق دي للنالا حتى نلقى هوم شمعها المملكة وصل والقتيمون وبومبا تبعوه وجاوباش يعاونه حاولوا يدخلوا للغابة ولكن القواب الزاف ديال الضباع عاسه على البلاصة فخلاوا بومبا يكون طعم باش يشتت نتيبه ديال الضباع ودكشين نيت الليطرة دخل سيمبا ونالا للغابة وحتى القردرافيكيش بدع صاتو واستعد للحرب هنا سكارل كان يهدد في صارابي باش تزوجه وقالت ليه انت غير ناكيرة مقارنة مع المالك مفاصى هي عصباتو فهجم عليها وهنا جا سيمبا بالدخول المالكي حتى تتخلع سكارل ويسحبله المالك مفاصى نزل سيمبا عند ممو صارابي وقال ليها ما باقيش يخليها ثاني سكارل كان مصدوم من هذا الشيء الذي يشوف وكيف مازال حي جاءت نالا وقالت ليهم بأن سيمبا هو المالك الحقيقي ديالهم وبأن خاصهم يحميوه هنا سكارل قرر يخدم الكتبة التي كانت نجحات له وقال ليهم بأن سيمبا هو السبب في الموت ديال المالك سيمبا عطارف حيث هذا الشيء الذي يمتيق حتى هو وبدأ كيتوتر ومعرف كيف يتصرف سكارل استغل الفرصة وبدأ يضغط عليه حتى ظلق وكان يتحم في قتل هنا تعودت نفس الأقتضية المفاصبة به قبل ما يموت وسكارل اخذ نفس القرار ويقتله بنفس الطريقة وقال ليه دابا سنقتلك كما قتلت بباك سيمبا شد في شعر عمه وطلع من الخطر وبدأ يهاجم فيه بالهدران الذي قال ليه وفاش سكارل حس بالتهديد أمر الضباع بشتهجم على القبيلة وهنا بدأت المشادات بين الأسود والضبوعة تيمون بومبا زازو نالا حتى سرابي كلهم قدروا ينجحوا ويغلبوا الضباع سكارل شف رصو خاسر وهرب وأكيد سيمبا تبعوه حتى وصلوا للتل سكارل طيح لودنين وبدأ يطلب فيه يرحمه ورجع اللومة كلها على الضباع وقال لي هاد شي كلهم تخطيت ديالهم هما وقال ليه كان غدي تخلص منهم كلهم سيمبا حن فيه وقال ليه غدي نعاقبك بدك شي اللي درتي فيه ودابا خاصك تخرج من المملكة وما ترجعش ليها وثاني سكارل كان غيك يتمسكن باش يقولبه فبدأو كيتداربه ومن بعد الصراع قدر سيمبا يطيحه من الفوق ولكن ما ماتش وطح ضد الضباع اللي دوروه وجاد شي نزيل اللي كانت معصبة منه بزاف حيث سماعات هدرتوا مع سيمبا عليهم وباللي بغي يقتلهم فتقلبات عليه الآية وهجموا عليه وقتلوه سيمبا شد الحكم وبعد وقت قصير رجعت المملكة كيف كانت وتزوج سيمبا مع نالا وولده امير جديد وعاشوا في سعادة مع الحيوانات كاملين وهنا تسالة الفيلم ديانا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو وانتلاقو في الفيديو الجاي